موسيقى كل عام وأنتم بخير مع أولى الأمسيات الرمضانية عبر سكاينيوز عربية يسعدني أن أقدم لكم الدكتور محمد نوح القضاء الذي سيرافقنا خلال الشهر الفضيل عبر نافذة رمضانيات سنتحدث عن مختلف الأمور التي تهم المسلم والمجتمع الإسلامي بشكل عام ليس من باب الصيام وحسب وإنما من أبواب الأداب والسلوكيات والقيم والظواهر التي نعيشها وتؤثر فينا وعلى ارتباط مباشر بديننا الحنيف أرحب بدكتور محمد وأحاول معه من خلال هذه النافذة استعراض أبرز العنوين التي سنطل عليكم بها كما نخصص بعض الوقت لمعرفة كيف يجب أن نستقبل هذا الشهر الفضيل دكتور محمد دكتور محمد مساء الخير كل عام وأنت بخير ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية خلال الشهر الفضيل حياكم الله سيدي وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي هذا الشهر وأن يحقق فيه حقن الدماء وأن يحققنا فيه جميع الأمنيات وأهم شيء وحدة كلمة الأمة الإسلامية ورفع الظلم عن المظلومين دكتور محمد أستعرض معك إذا سمحت لي يعني هيك عنوين سريعة لما سنطرح خلال هذا الشهر في هذه النافذة التي ستكون معنا فيها على مدى الشهر هذا ما هي أبرز العنوين أبرز الأشياء التي سنتحدث عنها خلال هذا الشهر فيما يتعلق برمضان وبيعني الأمور المرتبطة بسلوك المسلم خلال هذا الشهر الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سيد الكريم الملاحظ اليوم أنه بفضل الله عز وجل دور العبادة والمساجد منتشرة وهي كثيرة وأيضا العباد والمصلون هؤلاء كثر والصائمون بفضل الله عز وجل كثر لكن ينقصنا بعض الأشياء التي لا بد أن المصلي والصائم يتحلى بها إن شاء الله خلال هذا البرنامج وخلال هذه الاستضافة خلال شهر رمضان مبارك اخترنا مجموعة من العنوين التي باعتقادي أنا الشخصي أنها تهم كل مسلم من جملة هذه العنوين إن شاء الله كيف نزيد يقيننا بالله عز وجل نتحدث عن الدعاء نتحدث عن الأخوة نتحدث عن لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليخي ما يحب لنفسه نتحدث أيضا عن صلاة الجمعة عن خطبة الجمعة نتحدث عن كيفية الصيام عن أداب الصائمين عن غاية الصوم لماذا نحن نصوم نتحدث في ثلاثين موضوع تقريبا هي هذه المواضيع أهم ما ينقص المسلم في وقتنا الحاضر أنا اللي بلاحظ اليوم أن الحمد لله 400 الناس بتصوم وتصلي لكن أصبحت الصلاة والصيام أقرب إلى أن تكون وظيفة من كونها وسيلة للوصول إلى رضوان الله عز وجل نحن اليوم بحاجة أن نربط المشاهد أو نربط المسلم والمسلمة نربطهم مع الله عز وجل نحن الآن مع الأسف أصبحت الحياة المادية هي التي تخوض في الإنسان وأصبح الإنسان اليوم كل نظرتنا للدنيا أصبحت مادية أكلنا وشربنا ونمنا ولعبنا وسافرنا وربحنا وخسرنا وفزنا يعني القضايا الدنيوية اليوم أصبحت هي اللغة السائدة حتى بين المتدينين أو أهل الدين نحن بدنا نفتح عيوننا على معاني جديدة للدين على نظرة جديدة للدين وخاصة أنه مع الأسف في الدين اليوم أصبح هناك من يشوه صورته الناصعة ويحاول أن يلصق فيه كثير من التشوهات وهو بريء من هذا كله فإن شاء الله تكون شاشة سكاي نيوز وسيلة لإيصال المعلومة الطيبة إلى المستمعين والمشاهدين والمشاهدات الكرام إن شاء الله وهذا يقولني دكتور محمد الملاحظة الأخيرة التي أشرت إليها يقولني إلى مسألة أن هذا الشهر هذا العام تحديدا يتزامن مع دخول أو هذه المنطقة تمر بأزمات كبيرة كما أشرت يتعرض فيها الدين الإسلامي إلى الكثير من التشويه إلى الكثير من المغالطات إلى وجود سلوكيات يفترض أن تكون باسم هذا الدين وهي بعيدة كل البعد عنه أهمية أيضا التركيز على هذا الموضوع وعلى هذه المبادئ التي أشرت إليها قبل قليل في ضل هذا الوضع الذي تعيشه أمتنا في هذه المرحلة سيدي كما تفضلت أنت قبل قليل الإسلام ليس موضوع عباده بس الإسلام العبادات لا بد أن تؤدي إلى نتائج النتيجة هي الأخلاق الإسلام ليس مجرد شكلي يعني مع الأسف اليوم أصبح بعض الناس يتمثل في الإسلام بأنه محصور داخل المسجد أنا بصلي وبصوم أو أن الإسلام شكل أنا لابس ثوب لابس دشتاش ومطلق لحيتي فمعنى ذلك أنه أنا أمأدل علي بالعكس هو الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين المعاملة كل العبادات التي جاء بها الله عز وجل هي جاءت من أجل أن تؤدي لغاية يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي من لم تنهوا صلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا صلاة له معنى ذلك أنه هناك مفهوم للصلاة وهي أن تؤدي إلى تحسن في السلوك الصوم الذي نحن الآن سنقوم به إن شاء الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى أخلاق الحج أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدت أمه لم يرفث أخلاق لم يفسق أخلاق هناك كثير من العبادات اليوم مع الأسف أصبحت عبارة عن عبادة شكلية وتركز في أذهان كثير من أبناء المسلمين إنه إذا قمت أنا في هذه العبادة الشكلية معناته يفتح لي باب الجنة وينسى أن هناك ثلث الإسلام يقوم على الخلق وإحنا اليوم أنا باعتقادي أن مقتل الأمة الإسلامية اليوم ليس في العبادة وليس في الذهاب للمسجد مقتل الأمة الإسلامية اليوم في أخلاقها إحنا اليوم مع الأسف لدينا مجتمع ولدينا جيل من الشباب يتمثل أسوأ الأخلاق وثم ينسب الإسلام ومع الأسف أن هناك في أن المسلمين أصبحت أخلاقهم حجة على المسلمين أصبحت أخلاقهم منفر للآخرين من الدخول في الدين سواء من حيث التعامل أو من حيث الألفاظ أو من حيث التصرفات وبعضهم يعيش في مجتمعات غربية تنظر إلى الإسلام بعين المحاكمة فيحاكم الإسلام بناء على هذه التصرفات وأنا وأنت نعتقد أن الإسلام بريء كل البراءة من مثل هذه التصرفات باعتقادي إحنا اليوم لازم نرجع إحنا نروح الأخلاق أشار الدكتور إلى مسألة المجتمع الدولي المسلمون في دول الاغتراب وهم كثر كما تعلم سواء في أوروبا سواء في أمريكا في أستراليا في كثير من دول العالم أيضا يشهدوا هذا الشهر ويقومون بالعبادات المطلوبة منهم ولكن وضعهم خاص هؤلاء عليهم ضغوط كثيرة هناك صور نمطية صور مقولبة عن الإسلام وعن المسلمين يجب عليهم أن يتعاملوا معها في مجتمع غير مسلم في غالبيته ما هي النصائح والأشياء التي يمكن أن تقولها لهم فيما يتعلق بالممارسات بالسلوك بالتعامل مع الآخرين في مجتمع غالبيته من غير المسلمين في هذا الشهر الكريم النقطة الأولى سيد الكريم يجب أن نفهم الواقع يعني أهم نقطة أنه إحنا ما لازم نتوقع من واقعنا أكثر مما هو موجود أول نقطة نفهم الواقع الواقع أننا نعيش في دولة غير مسلمة يعني مع الأسف أنا أختلط مع إخواننا اللي عايشين في أوروبا هو يعتقد أنه يعيش في دولة مسلمة لا أنت لا تعيش في دولة مسلمة أنت ضيف على دولة أنت ضيف على مجتمع فمعنى ذلك سترى أشياء كثيرة منافية لدينك منافية لعاداتك منافية لتقاليدك منافية لقيمك منافية لأخلاقك ليس لك أن تتدخل فيها بالعنف مطلقا وبعض الناس يريد أن يتعايش في دول أوروبية كأنه يعيش في مكة المكرمة هذا واحد من المقاتل أن بعض المسلمين لم يفهم الواقع الذي يعيش فيه ويريد أن يطبق مفاهيمه وهي على حق مفاهيم دينية رائعة لكن هذه المفاهيم يريد أن يطبقها على المجتمع الذي يعيش عند ذلك يحصل الصدام أنا أريد أن أضرب مثال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عام يرى الأصنام والناس تعبد الأصنام وتسجد الأصنام وتصلي الأصنام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعرض إلى ذات الأصنام ولكنه تعرض إلى العقول وأراد أن يغير طريقة التفكير تجاه الأصنام لم يكسر صنما واحدا ولم يهن صنما واحدا ولم يسيء إلى صنم ليس لأن النبي لا سمح الله أنه يحترم الأصنام لا معاذ الله ولكن النبي يحترم مفاهيم المجتمع التي يريد أن يغيرها حتى يصبح هذا المجتمع هو المجتمع السليم والقوي إذن النقطة الأولى أنا أطلب من إخوتي الذين يعيشون في خارج العالم الإسلامي أول نقطة أن نفهم الواقع أن نحن نعيش في مجتمع غير مسلم الأمر الثاني يجب أن تتعامل مع الآخرين بدينك وليس بدينهم أنت مسلم لا تكذب وأنت لا تخون وأنت لا تسرق بغض النظر عن الذي تعيش معه أنا سمعت بعض الفتاوى معي الأسف الموجودة في أوروبا أنه يجوز أن تسرق لأنه ليس مسلم وتؤذي لأنه ليس مسلم وتقتل لأنه ليس مسلم وتغش لأنه من المسلم من قال هذا؟ هذه أبشع صورة تقدم عن الإسلام عندما نقرأ عن تاريخنا الإسلامي نجد أن هناك دول قد دخلت في الإسلام بسبب الأخلاق بسبب المحبة بسبب الرحمة لأنهم سمعوا قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس للمسلمين المسلم اليوم يجب أن يكون الرحمة المهداهة التي تمشي على الأرض المسلم اليوم يجب أن يتعامل مع العاصي ومع غير المسلم بروح من الشفقة أنه يريد أن يهديه إلى الإسلام لا أن يتجبر به نحو الإسلام ولا أن يجبره على الإسلام ولكن يرأف بالناس نحترم الناس نحب بالناس لأن المحبة طريق بين القلوب من أجل أن تقتنع بالفكرة وبالمبدأ فأنا أنصح إخواني أن يتعاملوا بأخلاق الإسلام وليس بالأخلاق التي تعيشنا الأمر الثالث أن يكون لدينا أهداف ما هو هدفي في الوجود بدول غير مسلمة؟ هل هدفي رفع الأذان وإقامة المساجد؟ أم أنه هدفي أن أقنع الناس بإزالة العداوة بينهم وبين الإسلام يعني بعض الناس يريد للمجتمعات غير المسلمة أن تسلم هذا ليس هو الهدف الهدف هو أمر واحد هو أن ننزع فتيل العداوة بينهم وبين الإسلام ثم بعد ذلك فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر والحساب عند الله عز وجل فأنا أحيانا ألتمس نوع من القسوة على المجتمعات غير المسلمة وكان نريد أن نجبرهم على الإسلام طيب دكتور محمد على هامش هذه النقطة وردنا الكثير من الاستفسارات عن مسألة أنه ساعات الصيام في بعض الدول الغربية قد تصل إلى ساعات طويلة يعني لا أدري ربما 13-14 ساعة أحيانا تصل إلى 20 في بعض المراطق التي تبقى الشمس فيها لفترة طويلة والنهار طويل هناك خلاف على مسألة عدد الساعات التي ينبغي على المسلم صيامها في مثل هذه الظروف سيد الأمر سهل جدا وميسور وأحكامه في الشرع الإسلامي موجودة ولكن أنا أعتقد أن قلة الإطلاع هي التي تجعل هناك نوع من تضارب الفتاوى الموضوع سهل وبسيط كالتالي الله عز وجل أمرنا أن نصوم من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس إذن ما دام هناك طلوع للفجر ومغيب للشمس فالصيام مواجب لكن يجب أن نلاحظ نقطة أن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية من أيام أخر فعدة من أيام أخر العدة من الأيام الأخر أن الإنسان يصبح صائما إن شاء الله يكون الصيام مدة 20 ساعة أنا أصبح صائما فإذا بلغت بي المشقة ما عاد قادر أكمل الصوم فأنا أفطر ثم الثاني يوم نفس الشيء أدخل في صوم جديد إلى أن أصل إلى مرحلة لا أستطيع فيه الإكمال أفطر فإذا جاءت أيام الشتاء وبتكون أيام الشتاء نهارها قصير يخضي تلك الأيام أنا سمعت بعض الناس يقول نقيس على مكة لا لا ليس علاقة هناك لا علاقة بمكة ولا بغير مكة المكرمة والمعظمة ولكن كل إنسان يصوم بحسب يومه فإذا وصل إلى مرحلة من المشقة ما عاد قادر يكمل الصوم فإنه يفطر ويقضي إن شاء الله في أيام الشتاء طيب في الدقيقتين المتبقيتين دكتور محمد يعني هناك أيضا مسائل ربما ممارسات غير غير صحية إذا جاز التعبير يمارسها بعض المسلمين في هذا الشهر تحدثنا طبعا عن الجانب الإيجابي العبادات الصوم والصلاة وإلى آخر ولكن هناك بعض الممارسات التي يشكو منها الكثيرون أولا الإسراف في الأكل هذه مسألة الكثير يعني مننا ينغمس فيها خلال هذا الشهر الفضيل المسألة الأخرى وربما الأهم مسألة أن الكثير مننا من الصائمين يعاني نوعا من الخمول خلال هذا الشهر وتنخفض إنتاجياته وتكون الحجة بأنه صائم ولا يستطيع أن يقوم بعمله على أكمل وجه ما هي النصيحة التي توجهها لهذين النوعين من الناس عندما يعرف الناس قيمة هذا الضيف العظيم سيجدون أن كل مشقة تبذل في هذا الشهر الكريم هي مكسب من الحسنات ولذلك جزء من الحلقات التي سنقدم إن شاء الله في الأيام القادمة عن منزلة شهر رمضان لأن يا سيد الكريم اهتمامك بالضيف على حسب قيمته أحيانا يأتيك ضيف عادي جارك في المنزل جارك في العمارة يعني أهلا وسهلا لكن إذا جاءك ضيف كبير هناك اجتهاد وهناك بذل للطاقة وهناك زيادة في الجهد حتى يصبح في هذا الجهد لذة أنك تستقبل هذا الإنسان العظيم لعلمه أو لمركزه أو لمكانته لو عرف الناس ما هو شهر رمضان المعظم وهذا إن شاء الله سنركز عليه في الحلقات القادمة من هو رمضان؟ لماذا نهتم برمضان؟ إذا عرف الناس قيمة رمضان الحقيقية ستتغير نظرتهم في التعامل معه يكفي أن يكون هذا الشهر الكريم هو فرصة لأن تغفر كل الذنوب وتصفر كل عدادات السيئات ثم نبدأ من جديد فإن شاء الله خلال الأيام القادمة سنركز على قيمة رمضان والتعلق برمضان ومعنوية رمضان وكيف نستقبل رمضان والأجر الحاصل في رمضان لعلنا نستطيع أن نغير نظرتنا إلى رمضان وبالتالي يصبح هناك نوع من الاجتهاد أكبر إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور محمد نوح القضاء وطبعا نتطلع إلى سماع رأيك الوجيهة خلال هذا الشهر الفضيل شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هذا المساء وكل عام وأنت بخير